بعد أن شرحنا العنصر الأول في هذه الوحدة الثانية العنصر المتعلق بخصائص العملية التربوية والعنصر الثاني المتعلق بوظائف التربية نأتي إلى العنصر الثالث الذي هو بعنوان العلوم التربوية عنصر مهم لأنه يدخل في ثقافة الطالب التربوي المستجد الذي يواجه هذا المفهوم دائما هذه العبارة يواجهه دائما في كل تقريبا مقرراته دون أن يكون له سابق علم بها فما المقصود بالعلوم التربوية؟ Educational Sciences بالإنجليزي Educational Sciences بالفرنسي نقول Les sciences de l'éducation إذن What does it mean the educational sciences؟ ماذا نقصد بالعلوم التربوية؟ في الواقع الأمر تجتمل العلوم التربوية على عائلتين كبيرتين إذن العلوم التربوية يمكن أن تكون عبارة عن شجرة فيها إذن فرعان كبيران الفرع الأول من هذه الشجرة هما العلوم وطبعا هنا القاعدة لهذه الشجرة هي العلوم التربوية لكن الفرع الأول هو العلوم التربوية الجانب المعرفي والعلوم التربوية الجانب النفسي أو الجانب السلوكي إذن لدينا نوعان من العلوم كلها تدخل في مجال العلوم التربوية ولكن منها الجانب المعرفي ومنها الجانب السلوكي في العلوم التربوية الجانب المعرفي هذه مسألة لا تستحق شرح كبير ولكن يعني يكتفى بذكرها وأخذها كمعلومات دقيقة لأنها مسميات إذن في العلوم التربوية الجانب المعرفي نتذكر أنه لدينا القائمة التالية من هذه العلوم هم التربوية الجانب المعرفي يدخل في العلوم التربوية الجانب المعرفي علم أصول التربية علم تاريخ التربية طبعا إذا أردنا شرح مقتضب لكل هذه العلوم أصول التربية هي القواعد والمفاهيم والنظريات والمبادئ التي تبنى عليها النظريات التربوية فأصول التربية هي تقريبا من أول العلوم التي تلقاها الطالب التربوي المستجد في كليات التربية لماذا؟ لأن أصول التربية هي بالأساس القواعد والمفاهيم والأسس الاجتماعية والتاريخية والفلسفية والاقتصادية وغير ذلك التي تبنى عليها النظرية التربوية لذلك الطالب يتعرف على الأسس مثل المهندس المعماري الذي يبدأ بتعرف على الأرضية التي سيبني عليها أو سيقيم عليها البناية فهو يدرس التربة، يدرس سطح التربة، يدرس المستويات وبعد ذلك يدخل في عملية وضع الأسس والبناء كذلك أصول التربية هي أول اكتشافات الطالب تقريبا في كليات التربية بعد ذلك من العلوم المهمة التي تدخل الجانب المعماري في تاريخ التربية تاريخ التربية هو تاريخ تطور النظرية التربوية أو عملية تطور النظرية التربوية في الزمان يعني وفي المجتمعات وفي الثقافات المختلفة كيف نشأت أولى الأمر النظرية التربوية البداية البسيطة كيف تطورت تاريخيا كيف أثرت هذا التاريخ أو أثرت الظروف التاريخية في تطور العملية التربوية وهو علم مهم جدا التربية المقارنة هي علم من العلوم النظرية أيضا التي تدخل ضمن الجانب المعرفي والتي تهتم بدراسة الأنظمة التربوية إما دراسة مقارنة متزامنة يعني في نفس العصور باختلاف العوامل في كل مدرسة تربوية أو الدراسة الطولية التي هي تبدأ مثلا مقارنة بين ظرفية تاريخية قديمة وظرفية تاريخية معاصرة فالتربية المقارنة أيضا مهمة جدا لأنها تعطي لنا يعني عناصر التطور في النظريات التربوية الموجودة الآن عناصر تقدم النظريات التربوية والمدارس التربوية طيب المناهج طبعا المناهج هي أحدى العلوم أو أحدى التخصصات المهمة جدا في الجانب المعرف وهي تدرس كيفية بناء المناهج في كل مرحلة طبعا وما يناسب النمو المعرفي وطبعا النمو الطالب الوجدين ولا غير ذلك وما يناسبه من مقررات وكيف تتكامل هذه المقررات وكل هذه الأمور تدخل في المناهج طرائق التدريس هي أيضا علم مهم جدا في العلوم التربوية لأنها تبحث في أساليب التدريس التي يعتمدها المدرس في عملية توصيل المعلومة أو في عملية شرح الفكرة أو في عملية التأثير بصورة عامة في شخصية المتعلم فطبعا قلنا سابقا أن التربية ليست فقط علم بل هي أيضا فن أي فن وعلم وهنا طرائق التدريس هي خليط مزيج من القواعد العلمية ومن الاجتهادات والإبداعات التي يقوم بها المدرس وهي علم طبعا من العلوم التربوية الأساسية التربية الميدانية طبعا التربية الميدانية هي تربية انتقال الطالب التربوي من مقاعد الدراسة في قاعات الفصول إلى الميدان العملي الميدان التجريبي الميدان المهني لرؤية الأمور رؤية العين يعني أنه يحضر الفصول فصول المشاهدة ثم يشارك فيما بعد مشاركة جزئية حتى يأخذ مشاركة نهائية ومعروف جدا التطبيق في آخر بكالوريوس التربية يعني المستوى تقريبا الثامن والذي يسمى بالتطبيق فهو التربية الميدانية تقنية التعليم أو تكنولوجيا التعليم أيضا من العلوم المهمة في الجانب المعرفي لماذا؟ لأنها تقوم على دراسة كل الوسائل التقنية التي تساعد العملية التربوية طبعا نحن الآن مثلا نستخدم هذه الوسيلة وهي المعلوماتية أو الانترنت فهي إذن من التقنية الأساسية للتعليم وهي تدخل في هذا العلم الذي يسمى بتقنيات التعليم إذن لدينا هذه المجموعة من العلوم تقريبا ما هو موجود في هذه القائمة هم سبعة ولكن في واقع الأمر هناك مزيد أو كثير من العلوم في الجانب المعرفي لكننا اقتصرنا فقط على هذه القائمة